السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام يا رب تكونوا بخير بصحة وسعادة اللهم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تكونوا بخير وربنا عنكم ويفاءكم إن شاء الله هنحل الامتحان الثامن في كتاب Questions Bank اللي جاي مع كتاب المعاصر زي ما احنا عارفين هنحل صفحة 71 مع بعض كده باسم الله بيقول لك هنا Ambitious people always Long-term goals to achieve الناس الطموحة دايما اهداف بعيدة المدى ليحققوها دايما اي شباب make ولا do ولا sit ولا have طبعا عندهم اهداف بعيدة المدى تمام رقب الاثنين Being an arrogant person Is here Sorry Is here mean Disadvantages Another word for Arrogant as Grateful Caffelure Respectable Pioneering بيقول لك هنا اه كونها اه شخصة يعني انسانة متكبرة دي من اه من اسوأ صفاتها او من سلبيتها اه Arrogant عكسها اي شباب او كلمة بتسوي Arrogant Dirtful يعني ممتن Caffelure اللي هي برضو بتسوي Arrogant تمام Respectable اللي هو الجديد بالاحترام Pioneering اللي هي ريادة اي شباب رقم بي She was Accused The robbery By mistake She was innocent هي كانت بريئة تم اتهاموها بالصدقة عن طريق الخضاء Accused اي بتاخد حرف الجر Of Mr Ali His nephew After His Patients His parents Death because of coronavirus Mr Ali عمل ايه في ابن اخوه اه اللي مات والديهم ماتوا يعني اه بسبب coronavirus Arroze ولا arroze ولا arroze طبعا raised ربا عشان اه بابا ومامته ماتوا بسبب coronavirus Friends Often A great impact on each other الاصدقاء في الغالب ايه تأثير كبير جدا على بعضهم من بعض Take do have give طبعا هتبقى have معنى to escape before being arrested هو هرب اه عزقوا الهرب قبل ما يتمكنوا من القبض عليه Abroad ولا Abroad ولا Abroad ولا Abroad طبعا هتبقى Abroad بالخارج هربة بالخارج Abroad تمام تبقى Abroad دي ايه دي مش حاجة يعني مفوض Abroad لازق في بعضها بالخارج تمام Abroad بقى دي معناها علامات السفينة او علامات القارب Abroad دي Abroad اللي هي صبورة تمام ايه 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 انا هعمل ايه على السجادة لمدة عشر دقائق عشان يعني اخد بريك وكده فعند داوت ديت باك ولا لوق باك ولا ستريت شاوت طبعا ستريت شاوت اللي هو يتمدد بيتمطع يعني مينز هدب فول pieces of advices advice sorry ليه نصائح مجموعة من النصائح او نصائح tips ولا tabs ولا tips ولا types طبعا هتكون tips it was my habit او كان يتحتي او some exercise when i had free time ان انا عمل شوية تمرين لو ما يكون عندي ايه واتي فراغ to doing ولا to do ولا to be done ولا to be doing طبعا the problem was very complicated but i was at المشكلة كانت معقدة قدم ايه ايه هي enough wise to solve so wise to solve ايه such a wise to solve wise enough to solve طبعا هيتكون enough wise to solve it enough wise to solve it اشرف اشرف is clever to do this task as required اشرف زكي جدا اللي هو يعمل المهمة دي كمان زميه مطلوبة يعني منه clever ايه تو ولا such ولا انف ولا سو such clever enough زكي بما فيه الكفاية لاتمام هذه المهمة مع ان such and enough والحاجات دي ما جاتش في المنهج بس بشعفهم ركز عليها ليه ممكن توين جات وانا خدتش بالي معرفش ميش رقم 12 بقولك هنا is that the man son was lost last week هو ده الراجل اللي ابنه كانتاهم برا اللي فاتت او اللي اسبب اللي فات اللي ابنه تبقى تبقى يا شباب who is ملكية many bridges to connect the cities and solve the traffic problem مني العديد منها الكباري هتتبنى او توبنى عشان تربط المدن وتحل مشكلة الزحمة have built have built ولا are built ولا where building طبعا are built مبني المجهول في المضارة البسيطة في المضارة البسيطة هذه خالص we couldn't use the whole because امان في الشامفة نستخدم الصالة عشان it now هي ايه الوقتي حالا was being cleaned is cleaned is cleaning is cleaned is cleaned has cleaned ها اه ما كناش قادرين نستخدمها لانها كانت بتتنظف يبقى اقول it was being cleaned it was being cleaned بس هون عجبنا وليه مع ان هنا ماضي مستمر كان يقول مضارع كان يقول مضارع مستمر بس هنا قد في الماضي فاجاب لك الماضي المستمر a man very careful nice in a sense she fell off the bike اه امان اه حريصة جدا منذ ان سكتت من على الدراجة sense وماذا بسيط يبقى انه دي has been ولا was ولا will be ولا is being has been very careful اللي هي اه يعني هي اصبحت حريصة جدا how sugar your mother put in my tea السكر كمية السكر اللي ماما حطتها في الشي بتاعي i can't drink it i like it sweet انا مش عارف اشربه انا بحبه مسكر ده معناه اللي هي حتى الشواء صغيرين يبقى how much عشان شغر هنا اسم غير معدود تعالوا مع بعض نشوف القطعة دي بقولك هنا what is in the future of medicine ايه مستقبل الطب او الادوية many people believe that technology will be used a lot more الناس بتعتقد ان التكنولوجيا هتستخدم اكتر في الايام الجاية to help people in future سنتساعد الناس في المستقبل تمام التكنولوجيا has already been used in medicine التكنولوجيا حاليا اصلا already بتستخدم في الطب for many years يعني منذ سنوات a piece maker is a small device that can help people with the heart problems a piece maker ده شباب ده جهاز كده بيحطوه عندي الناس اللي عندهم امراض للقلب فبيساعدهم على ان القلب ايه يضخ الدم بشكل مزبوط people can have them put into their chest بيحطوهم في صدرون كده عن ناحية القلب to help them to bed regularly عشان تساعد القلب اللي هو ينبض بشكل طبيعي small devices can also be put into people's ears ممكن تحط برضو اجهزة صغيرة بتساعد الناس على السماع وتحطها في ودنهم they are connected to the brain and help deaf people to hear بيوصلوها بالمخ وبتساعد الناس اللي هم ايه يسمعوا many complex operations are also being done using technology وفي عمليات جراحية معقدة برضو بيتبتم عن طريق التكنولوجيا these devices have cameras that help the surgeon to see parts of the body that we are very small او الاجهزة دي فيها كاميرات بتساعد القراح انه يشوف الاجزاء الداخلية للجسم بشكل واضح جدا الاجزاء الصغيرة جدا and they help to reduce the amount of body that has to be cut in an operation ايه وايه يعني بتتقلل يعني لما يفتحوا جراحة مسلا يعني الانبوب الصغير ده في كاميرا في صغير فبيشوفو بدل ما يفتحوا فتحة كبيرة في الجسم لا يفتحوا فتحة صغيرة this helped the patient to recovery more كبير وده بيساعد المريض اللي هو ايه يتعافى اسرع تمام اه هراح صلي وبعدين نيجي نكمل تمام من اول هنا people نكمل مع بعض people who have lost an arm or a leg can also use modern technology والناس اللي فقدوا او اه اتبتر عندهم دراع او رجل ممكن يستخدموا التكنولوجيا الحديثة they can have an electronic leg or arm ممكن يكون ممكن يركبوا يعني اه رجل الالكترونية او الدراع الالكترونية تمام اه which can be moved like normal لم بمعنى ممكن يحركوها عادي وبيستخدموها كأنها عضو عادي خالص اه عضو عادي تمام بيحركوها حرك عادي عادي مفيش اي مشكلة في كتير في المستقبل ممكن العديد من او اكتر من كده اجزاء اكتر من الكترونية ممكن يستخدموها في جسم الانسان مش مجرد بس اه رجل او ايد او اي حاجة زي كده ويقولك بيعتقدو ان الروبوتات الصغيرة اللي اصغر من ملي متر ممكن يحقنوها داخل اجسام الناس ممكن يتم تنفذها او الروبوت دي بتحمل الروبوت بتحمل الادوية داخل جسم الانسان وتوصلها للمنطقة المصابة فقط تمام بمعنى يعني دخل يحقنك مسلا بانسان آلي زغير جدا وموجه لمنطقة معينة في الجسم مصابة ويعالجها. ده هيفيد في ايه? هيفيد ان ما يحصلش اثار جانبية للادوية التقليدية. يعني ادوية التقليدية بيقولك هي اللي هي اثار جانبية. انما ده بيقولك بيعالج الحتة المصابة فقط. تمام? تمام. بولاك هنا الروبوتز برضو الروبوتات بيستخدموها ممكن يستخدموها في تنظيف المستشفيات. they are very efficient at killing germs and they help to reduce infections. فعالين جدا في قتل الجراسي. وبيساعدوا في تقليل العدوى. الروبوتات تانية ممكن تعمل. are used in hospitals to mix medicines or to carry heavy patients آآ who cannot walk. آآ بقولك الروبوتات ممكن استخدموها تاني في المستشفى في خلط الادوية. وحمل المرضى الثقال يعني المرضى اللي وزنهم تقول. اللي ما يقدرش يمشو. they may not look like human doctors or nurses. they may not look like human nurses. بقولك اللي ما يقدرش يعملو مثلا الدكاترة والممرضات. but one day we will probably be used to seeing in our hospitals. بس في يوم الايام ممكن نشوف والحاجات دي يعني. والآلات عموما هي اللي بتقوم بكل بكل الوظائف في المستشفىات وفي كل حاجة. طبعا اكيد سيمات افلام وحاجات زي كده عن كده للآلات من قلبة على البشر وحورات زي كده. اه افضل عنوان للباسج هنا. الايكترونيك ماشينز ولا الايكترونيك اورجنز ولا ميديكال تكنولوجي ولا هوسبيتال رومز. هناختار ميديكال تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا الطبية. in the future technology well. في المستقبل التكنولوجيا ايه. اه. be used widely in medicine. be used only in hospital. لا اه. شوف الهوسبيتال بس اكيد في كل حاجة. place doctors and nurses. هتستبدل الدكاترة والممرضين. اعتقد لا. replace hospitals and clinics. تستبدل المستشفات والعيادات. طبعا. be used widely in the future. هتستخدم اكتر من كده في الطب. تمام? how many robots reduce how many how can robots reduce infections? كيف يمكن تقليل العدوى? they can kill the patients بطول مرضى? لا طبعا. they can kill clean hospitals بينظفوا المستشفات? ممكن. they can help nurses بسعادة الممرضات? ممكن وبسعادة الممرضات بس ما هاش دعوة بالاقضاء على او تقليل infections اللي هي العدوى. العدوى. او الاصابة. they can carry patients. ماذا هاش دعوة برضو. يبقى تبقى يا جباب. they can clean the hospital. what do the following can summarize the last paragraph? ايمن دول يا شباب اللي ممكن ترخص last paragraph? طبعا انا قرأت last paragraph وكان عن تنظيف المستشفى واللي هما بيخلطوا اه الادوية واللي هما بيحملوا المرضى. وحقا زي كده يعني. اه. robots at hospitals ولا hospital rooms are clean. ولا no germs at hospital ولا robots may increase infections. طبعا robots at hospitals وظائف الروبوتات في المستشفيات. رقم واحد وشين او n is a small device that helps people with her problems. اه. جهاز صغير بيساعد الناس اللي عندهم اه. اللي عندهم ايه? اللي عندهم مشكل في القلب. لم ولا 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 طبعا تبقى زي مضخة كده او حاجة زي كده يعني. او منظم ضربات القلب. يعني فعال يا شباب. يعني فعال او قفء. تمام? اللي هي اه مرن. انا هاختارها اللي هي ايه شباب. كوابراتف متعاونين. تمام? اللي هي ربوتات متعاونة في اه قضاء على الكراسين في المستشفى. تمام؟ موليو تكنولوجي helps to the part that has to be caught in the operation. اه. التكنولوجيا الحديثة بتساعد على الجزء اللي بيتم اكتطاعه اثناء اقراءة العملية الجراحية. يعني بتقللو ولا بتقطارو كوفر ولا 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 طبعا طبعا اللي هي رديوز قرأناها في الصفحة الاولانية. تمام? اه. تمام. كتف الحتة دي بالضبط. لو انت شايف. اه. and they help to reduce the amount of the body that has to be caught and in an operation. تمام? تمام. اللي بعدها peace makers اللي هي مضخاط او موظم ضربات القرب. peace makers can be used to help patients to have hurt pits. اه. بتساعدهم انهم يعني منظم ضربات القلب ده بيعمل ايه? اكيد بينظم ضربات القلب. تمام? يبقى بيعمل ولا 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 طبعا اللي هي ضربات قلب منتظمة. تمام? دي سباب انا حلتها برضه. آآ بس نحل الترجمة الاول وبعدين هقول لك الحل بتاعها وانت ترجعه. ولكن ضار للمتبرع. عن طريق الخطأ يعتقد بعض الناس ان اتبرد بالدم شيء ضار للمريض والمتبرع? يعتقد بعض الناس بشكل خاطئ ان اتبرد بالدم شيء مفيد للمريض وضار للمتبرع? ممكن تكون دي بعض الناس يخطئ باعتقاد ان اتبرد بالدم شيء ضار للمريض وضار للمتبرع? يعتقد بعض الناس ان اتبرد بالدم شيء ضار للمريض ومفيد للمتبرع? لا. هتبقى الرقم بي يا شبه. رقم بي. يعتقد بعض الناس بشكل خاطئ. ان اتبرد بالدم شيء مفيد للمريض. اه مفيد للمريض. ودار المتبرع. يبقى دي اللي صح. اللي بعد كده بيقولك هنا الحيتان بيستضوها عشان اللحمتها واسنانها والزيت بتاعها. اللحمة للحود مشهورة جدا في بعض الدول مثل الجبان. يتم قطل الحيتان من اجل اللحوم واسنان وزيوت الاسمك. ما جابلش اي سئلة عن الاسمك خلص. تستضر الحيتان الاسماك الاخرى من اجل اللحومها واسنانها وزيتها. لا. انا بقول يعني يعني الحيتان اللي بتصاد ما فعل بها مش فاعل هنا. يتم استضر الحيتان من اجل اللحومها واسنانها وزيتها لحم الحيتان محبوب جدا او مشهور جدا في بلاد مثل اليابان. ممكن تكون صح. تستضر الحيتان من اجل اللحوم واسنان وزيوت الاسماك برضو زيوت الاسماك برقم هي اللي صح يا شباب. اللي بعد كده بيقول لك هنا التعلم التعلم مدى الحياة شعار تبنته كل دول العالم بما فيها نصر مؤخرا. مؤخرا. تمام? فالتعليم بالنسبة للانسان كالماء والهواء. مؤخرا يعني ايه? يعني حاليا. دي مش هتنفع. وده مش هتنفع. تمام? دي بقى يا اما دي يا اما دي. انا عايز اقول مدى الحياة تعليم مدى الحياة ولا اه طبعا هي تبقى يبقى دي غرط. يبقى رقم هي اللي صح يا شباب من الاخر كده. تمام? من غير ما نكمل. انا عايزك تحل بزكاء. بس طبعا في الامتحان يعني انا يعني انا بحل بسرعة لان انا عارف فانت في الامتحان او انت بتحل لا فصص كل حاجة. تلعب المدرسة دورا مفعال ومؤثر في خلق جيل واعن بتحديات المستقبل. وذلك اللي ما لها من تأثير على شخصية الطفل. تمام? طبعا كلمة ده اللي هتلاقي علىها شغل كتير. تمام? خلينا حد هنا. اللي هي دور فعال ومؤثر. تعالي شوف هنا. دور فعال ويجول? لا. اه دور يتافح وفعال? لا. اللي هو فعال واللي هو اه مهم. او فعال ومؤثر وفعال وتافح? لا. ورول دي لا برضو. يبقى هي تبقى رقم ايه يا شباب من غير ما نكمل. من غير ما نكمل. تمام? تعالي نشوف رايتينج اسئلة سهلة و جميلة وزي ما قلت لك قبل كده لازم تركز فيها. هيقول لك هنا. المقال بيتكون من عدة ايه شباب مجموعة من ايه? اكيد البراغرافات. باراغرافات. اوه. انت مش عارف اسم الشخص في ايميل رسمي. ما هو اكيد ايميل رسمي فانت مش عارف اسمه او مولا تكلمه. يا بتستخدم ايبقى يا ولا دير فرند ولا دير سير مادام ولا دير كد. طبعا دير فرند. اه دير سير او مادام. ايه البنكتويشن الصحيح في الجمل اللي تحت دي. ولكن هنا رقاية عند الشاهد. who have always been friends no longer met each other. تلاحظ كده اللي في جملة اعتراضية. who have always been friends. وانت عارفت ان في الجمل الاعتراضية بين قمى هنا وقمى هنا. فده مش هتنفع. يبقى ندور على القمات يا شباب لانه هلعب لك عليها. تمام? مفودي بفي قمى هنا. مفودي بفي قمى هنا. تمام? دي هده مش هتنفع بب. في قمى هنا وفي قمى هنا. ماشي ممكن دي تنفع. هنا في قمى وهنا في قمى. وفي قمى كمان هنا لا. القمى دي مش نفع. يبقى دي غلط. يبقى رقم كم? رقم سي. اخر واحدة معنا بيقول لك هنا. I was used instead of قمى. ايه اللي بنستخدمه? اه بدل القمى في جملة اجزاء جملة منفصلة اللي اصلا استخدمنا فيها قمى. تستخدم قمى. اه لو عايز تستخدم حاجات كمان بتستخدم ايه كمان يا شباب? تستخدم تمام? مش ولا 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 استخدم في نفس الجملة اللي انت استخدمت فيها قبل كده لو هتضيف عبارة جديدة خالص. تمام? تعال نشوف اللي امتحن. اه القطع دي هيا فيه هنا بسم الله الرحيم. اه هحلها لك. تمام? هقفل فيديو لحظة هحلها لك. وبعدين اه اقول لك الموضل الانصر على طول. وانت تصححها نفسك. وتحلها وتصحح نفسك من اللي انا حلو. تمام? نشوف ما بعد هنا خمسة وعشرين هتبقى رقم سي. ستة وعشرين هتبقى رقم دي. سبعة وعشرين هتبقى رقم سي. تمام وعشرين بي. تسعة وعشرين اي. وهنا دي دي. اه واحد وتلاتين هتبقى سي. واحد وتلاتين هتبقى اي. تمام? يبقى كده احنا بقلنا كم متاحنا يا شباب? بقلنا التاسع والعاشر. انا حللهم كلهم معادة القطع فقط. اه ان شاء الله هل القطع ونخلق كده هنخلصهم بكرا ان شاء الله. يعني النهاردة نهاردة الاتنين بكرا ان شاء الله. هنكون مخلصين الكتاب ده على خير. ونبدأ على طول في المراجعة الكلمات اللي احنا قلنا عليها. طبعا اتأخرنا شوية بس معلش. اه وربما فاقوا جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.